بسم الله ابديت وعلى النبي محمد صليت قصتنا اليوم قصة عبرة وموعظة قصتنا اليوم جرات في زمان وزمان زمان سليمان القانوني قصة حقيقية وواقعية كان لك كان في سليمان القانوني في بيته وعلى سريره حريره ريش نعام لكن هذا كان نهار مجهش النوم تقلب علي مين تقلب علي سار حتى نوم مجه نادى الرئيس الحراس اللي عنده قال له ره مجاني شنوم حذر لي الخيول وخلينا نخرجو نديرو دورة في البلاد تحذرت الخيول في رمشة العين وخرج السلطان والحارس نتاعو راحو دارو البلاد ما خلو شرق ما خلو غرب ما خلو شمال ما خلو جانو دخلو في الحارات حارة حارة ومن بعد جاو يرجعو في وسط الطريق يشوف راجل مية مرمي قال لهم هذا كيفاش واش حكايتو وعلى هالناس تفوت بحداه وواحد ما يمسوا وواحد ما يحرقوا من هنا جاه راجلو قال له هذا راهو كان يشرب الخمر وراهو كان زاني وواحد ما يلهابه قال لهم كيفاش مش من أمة محمد قال له خلو أنه مرمي هكذا هزوه معايا وندوه له له جال حارسه وقرب له وهزوه وده وهل مرته قربه القيم دخله على مرته وبدأت مرته تبكي وتقول وتعيط وتنوح وتستغرب وهي تتبكي وهي تمدح فيه يا راجل التقي يا راجل الصالح يا راجل الإنسان المتواضع يا راجل يفعل الخير والسلطان سليمان تعجب وقال لها كيفاش تقول عليه في هذ الكلام والناس راه تقول عليه كلام فاحش قاتله زوجي كان عابد وكان زاهد لله غير أنه ما رزقناش ربي بالولاد ما رزقناش ربي بالولاد وبالذرية ما لا عوض لهذا فقدان الذرية في أنه كل يوم كان يشري الخمر ويروح يرميه يشري الخمر ومن بعد يرميه في المرحاض ويصبه في المرحاض ثم يقول الحمد لله أني خففت على شباب المسلمين بعض المعاصي وكان يذهب للنساء انتاع الفاحشة والزناء ويعطيهم أجورهم اليوم كامل على شرط باش يرجعوا لبيوتهم ويقول الحمد لله أني خففت عليهم العذاب جهنم وخففت على شباب المسلمين المعاصي كنتوا نقوله الناس ليهم الظاهر الأعمال وراك نهار اللي تموت ما تلقى حتى واحد لا يغسلك ولا يدفنك ولا يصلي عليك كان يضحك كنتوا نقوله لكلام هذا يا سيدي كان يضحك راجلي ويقول لي تعرف نهار اللي نموت يصلي علي السلطان سليمان والوزراء والعلماء وجميع المسلمين في هذه اللحظة ابكى السلطان سليمان وقالها والله أناي السلطان سليمان والله راه صادق زوجك صادق وانا اللي نغسلوا وانا اللي نكفنوا وانا اللي نصلي عليه وجميع المسلمين ان شاء الله وراح رجع السلطان سليمان القصر وأمر بحضور كل جيش السلطان سليمان اللي موجودين في العاصمة يروحوا ويصلوا لهذا الإنسان التقي وصل عليه السلطان سليمان ودفنوه في مقابر السلاطين العثمانيين وبالفعل أحضر كل واحد اللي موجود من المسلمين في العاصمة أحضر وصله عليه صلاة الجنازة وصلاته كتبت في التاريخ كانت هذه القصة قصة عبر أن لا نحكم على الناس أبدا من المظاهر لكن يبقى أن الناس بشر والناس عبيد يعني لا نعلم خفايا الصدور خفايا الصدور ما يعلمها إلا الله المهم حكاية اقتراحة من واد الواد وأنا يبقيت معا ناس الجواد هذه حكاية اليوم وانتظروا مني حكاية غدوة إن شاء الله في أمان الله وحفظه ما تنسونيش باللايك وما تنسونيش بالاشتراك وفي أمان الله وحفظه وتصبحون على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة